السلام عليكم، أنا أحمد الإمام والنهاردة معنا بشمهندس محمد الشريف واحد من أهم عشر شخصيات بالنسبة لي مؤثرين في آخر عشر سنين في الكميونيتي بتاع الديفولوبرز في مصر واحد من الناس اللي أنا أحبهم على مصوص شخصي وبتعلم منهم كتير وهنتكلم النهاردة عن موضوع API Security أنا شايف أنه هيبقى موضوع مهم جدا سواء للباك اند أو للفرونت اند لأنك غالباً أنت بتستخدم APIs في شغلك فلازم تبقى عارف الهيدرز اللي أنت بتستخدمها أو التوكنز اللي أنت بتستخدمها دي إيه دورها وبتعمل إيه بالظبط حتى لو أنت فرنت اند فأنت أكمل معانا الفيديو الآخر إزايك بشوانس محمد وأنا سعيد جدا أن أنا معاك النهاردة ومعلاش أنا آسف بقى تضطر تعرف نفسك في الأول بقى عشان أستاذ عمرا ديب ما زعلش مننا لا لا إزايك بشوانس محمد أنا برضو متابع شغلك بعليه فترة صراحة يعني شغلة عالي جدا ربنا أكرمك يعني بتشرح في موضيات تقيلة لا لا يعني الصراحة إحنا فعلا المنطقة بتاعتنا كانت محتاجة يعني حاجات باك اند توبكس كده تقيلة فأنا كنت يعني دايما بشجع حسين ناصر أنه هو يتشتغل بالعربي شوية فكويس إن في حد كماناني من أحد تانية اشتغل بالعربي لأن فعلا المنطقة محتاجة محتاجة شغلة كثير في في الجزئية دي فعني ربنا أكرمك وربنا أفقك إن شاء الله وتكمل يعني السلاسل الكويسة أنا نفسي يعني اسمي حمد الشريف رجل على باب الله بقالي في موضوع الصوفتوير ده مثلا بتاع 15 سنة 15 سنة حسن بتعيد منين يعني بس يعني اشتغلت في حاجات كتير يعني أنا خريج 2005 عندها حاسبات قهرة اشتغلت الأول شوية ويب ديولوفمنت فترة مثلا بتاع حوالي خشم خمس تنين ولا حاجة يعني بقى كتير شغلت في مريكسوفت فترة كانت أغلب شغلنا كان حاجات لي علاقة بالادبرتايزن كان بقى الترافيك وكلام اللطيف ده الادبرتايزن ترافيك برضه من الحاجات اللي هي تشالنجين شوية وبعدين رحت هولو رحت شغل في هولو كان طبعا شغل كله كان بيك ديتا وحاجات ديتا اناليتيكس وكلام من ده وبقى كده رجعت مريكسوفت تاني ساعت اشتغلت السكوريتي أغلب الوقت كان اكتب الهوال الاختف ديركتوري اشتغلت في فترة حالة يعني وبعدين رحت من مريكسوفت على فيموير برضو في جذب تلك السكوريتي داف صفحة تاني اسمها موبيل ديفيس مانجمينت تشعر كده ان هي ايه بس ام برولم بتاعت الايدنتيتي بس من ناحية الديفيس وبعدين رحت اكتا ايدنتي مانجمينت برضو وبعدين زهقت بقى زهقت خلص من السكوريتي ومن الايدنتي مانجمينت يعني 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 عارف يعني جاربت بعد مثلا قرباني بقى 17-8 سنواتي ؟ فالترايح شوية يعني او اروح فتة تانية يعني فرجعت ثاني ايكت لقاء كونسيمر تبا ابي تهم بقى اللي داخل في السنة تقريباً ياهو شغال فالعمل ابل ميوزك فا ما شاءت خالص بسكرتك فارفش شوية فارفش شوية فارفش شوية بس طبعاً التعامل الثاني خالص الانتربريز مختلف تماماً عن الكمسيومر في البلوز التعامل فانت تتكلم في الوقت عندك الوليوم التعامل طول الوقت والتعامل كالتعامل فالتعامل وطبعاً سيكريتي ما بتسيبك او مش بتسيبك اللي هو تلعى لك في كل مناسبة فطبعاً انا رحيت بيقولها كده لكن انا بس كنت بقيت فاطر قولاً بس مش عايزة بس سرتفكت بأكسبرتاني في حياتي بس بس يعني وده يعني وغير يعني فرح شغلة طبعاً عندي ما جاوز عندي ولد عشر سنة فيعني بس انا بصراحة انا في موضع كتير كنت عاوز اتكلم معاك فيها بس انا بحب غالباً يعني بميل اكتر ان احنا نتكلم مع ان يعني الكلام معاك عموماً بيبقى كويس حتى في اللي بتعملها ببقى انا مستمتع بالكلام بعيداً بقى انه في تكنيكال او لا فان شاء الله هيبقى مرات جاية هنتكلم لان انا عندي اسئلة بخصوص النقلات اللي انت بتعملها دي من مختلفة بيبقى اللي تشالنج يعمل ازاي لان انا انا بيبقى النقلات حاجات بسيطة وبقى مقلق فانك تنقل بقى يعني عملت بتسويتش في حتة مختلفة خالص بتبقى يعني بتعمل ايه بقى عشان تستعد انك تجهز نفسك كويس في الفيلد اللي انت هتشتغل فيه بتقلل الجاب بتاعت اللي بتبقى مش موجودة لحد ما عندك في الفيلد ده بتعمل ايه بقى بتتذكر ايه بتبص على ايه حاجات شبه هكذا والله يا بص هو الحاجات دي ممكن تكلفها في موضوع في وقت تاني انا عارف يعني بس يعني الخلاصة في الموضوع انه هو في الاخر هو كل كود يعني يعني فيه طبعا اه تفاصيل في كل الدومين لكن التفاصيل دي برد ما بتبقاش بتديل بريكر يعني يعني انت بتبقى اغلبها يعني اللي هو ايه هتقعد لك شهر شهرين كده يعني بتتخبط شوية مش عارف ايه بس يعني يعني يعرف ايه هتفهم هتفهم اللي لا يعني لكن هون في الاخر هو كل كود واعتقد ان الجزء اللي بي فيه رهبة شوية عند ناس في الاول وكان عندنا فترة انك انت فجأة بتتحط مثلا انك انت قدرت تتعدى هذه المرحلة يعني انبقى عندك سيستم كده عندك طريقة انك انت يعني يعني مش هيعضيني يعني حقر يعني يعني حقر جزء اللي انا عايزه على الاقل طب ما حتش قدر ركوط كله يعني هتلاقي الموضوع بقى سهل ومع الوقت هتلاقي انك انت بتجين كونفيدنس وبتديد بقى تفهم الدومين طبعا فيه باليوف انك انت تبقى فاهم الدومين وده يمكن عشان كده الفترة الغالب الثانيين اللي كانت دورك كنت بتنقل بسودين فكان الجزء ده مش مهم اوي يعني اللي هو كان بسرعة طبعا هي بتفرق بس حتة بالزبط انا بكلم على حتة بقى ابل ميوزيك حتة الاوديو والتفاصيل بتاعتها دي محتاجة تكنيكا برضو يعني انك تبقى عارف اللي بيحسب بالزبط سبحان الله الديارين بزيات من الحاجات اللي شابها السكيريتي جدا هو سكيريتي اصلا يعني هتلاقي انك في حاجة كتير هو يعني انا طبعا مش خلالش في الديارين تحديدا بس يعني بس القصد انه هو حتى لما بتعرض الحاجة شابها كده كانك بتتكلم في ادنتي تي بروتوكول مثلا يعني it's the same idea فهو وممكن هو ده لما تتنقل كتير او بتشوف بقى الحاجة ترشوها بعض يعني تلاقي المشكلة ده هي نفس المشكلة التانية بس هي يمكن في دومين مختلفة مثلا تبدأ تربط المعلومات وتلاقي في الاخر كل واحد بس مساويات مختلفة هنا محتاجين نعمل هنا محتاجين نعمل هنا محتاجين نعمل مش عارف هو نفس الكلام بس هو ممكن يكون بروتوكول طبعا في تفاصيل مختلفة given in the domain لكن هو في الاخر كله مثلا كله بنتكلم في PKI ولا حاجة ليه علاقة بسا بالميسج وكلام فهو موضوع بتاعته واحدة لكن طبعا بيظهر او بيمنفست نفسه في كذا بشكل مختلف فتاخد منك فترة بس بس عبل ما تعرفت يعني تقدر تحلل الموضوع ده وتفهم ان هو actual essence بتاعه وهو عبارة عن كذا كذا يعني فعش كده ايمن حتى لو نتكلم عن الناس هو بس يعني يفوكس عن لان هي في الاخر اللي هتنفعك بس فهو يعني حتى هتلاقي اغلب الكلام يعني لو لو حد حب يبص في الحاجات يعني اللي هي ما بين يعني حتى ممكن في موضوعات كتير حتى ما بين الهاردوير والسوفتوير مثلا هتلاقيه نفس الكلام يعني هتلاقي مثلا انك البروستر لما بيحتاج اكسس الميموري بيبقى موضوع بطيء فهنا بنحط له كاش وبعد كده كاش نفسها ممكن تبقى انك نائم نفس الكلام بزبط بزبط بس على الجهاز الواحد يعني بزبط فهي في الاخر يعني عارف هو نفس الكلام هتلاقي غالبا نفس الحلول لك طبعا بقى كل تفصيلة مختلفة يعني اللي هيبص على الهاردوير لابل حيبقى مختلف شوية من البيهامية على بس في الاخر بالزبط طيب خلينا نرجع للموضوع الاساسي بتاعنا انا دلوقتي وعملت الابي اي بتاعي والابي اي مفتوح على البحري مفيش اي لير انا حطتها عشان اقدر احدد مين مسموح له يستخدم ايه ايه الخطوات بقى اللي انا محتاج اعملها هنبدأ من الصفر انا عندي كل اللي عندي اي بي اي جيسون اي بي اي بيرجع داتا او بيكريد داتا وبس على كده ايه بقى الخطوات لو انا معرفش خالص اللي انا مفترض اروح لها وهو بص هو الوقتي لما بتيجي بصت بسكوريتي هو فيه شوية كده بصت بصت عليها يعني حتى انا فكرة عملت ببريزنتيشن على الموضوع عبل كده في مصر حتى عملتها كم سنة كده هو في الاخر في عندك الهي اللي بتاعتك حاجة بنسميها اللي هو والانتيجريتي والافيليبيليتي في الانكريبشن الاي دي ممكن تختلف شوية بس يعني يعني خلينا في الكلام ده ده وفي عندنا حاجة رابعة كده بنحطها بسمها المهم يعني فهي انت بتبص يعني تمسك المشكلة معك او البيزنس اللي معك وتبص على ايه من زاوية دي في الكونفيدينشاليتي يعني مثلا اللي تسمتيني بالسي اللي هي الكونفيدينشاليتي هل البيانات اللي انا ببعثها دي محتاجة يعني هل الكونفيدينشن اللي انا بكلم مع الناحية التانية دي في اي مجال ان حد يشوف ان هبنعمل ايه؟ او حاجة مهمة لازم لازم اخبيها يعني تسعة وتسعين من الحالات اه يعني حتى لو الموضوع كبان تشيب جدا يعني هل تحتاج انكتة يعني تعمل حاجة بير قوي علشان تنكريبت الديتا مثلا علشان تعمل حاجة فبتساعات تقول ماشي خلاص يا بنا انا محتاجة مثلا انها على الا الا انكريبت لتشان فيبقى مثلا اي بتاعتي لازم تكون بهايند سكيور يعني سكيور تشان مثلا استخدم تي الاس مثلا اللي هو اتش تزيل لو كانت في الويب بيتش تي بي اس هتج عندي او انتصري محتاج على السيربر محتاج ان انا اتأكد ان ان السيرتافي بتاعتي مزبوط كل الحاجات اللطيفة وهي جزء من ناحية السيربر فساعدتها لو اي كلينت يتكلمني هيحصل ال TLS هاندشيك الاول وهتنكريبت الاتشانل وساعدت اي ديتا رايحة راجعة ما بينك ومبين السيربر هتبقى انكريبت فده هيحقق لك جزء من الهول بتاع وغالبا بتاخد مع الجزء بتاع الانتجريتي كمان لان اغلب الانكريبشن او المنظر ده بيبقى فيها كمية وكلامين ده طول الوقت عشان فيش حد يلعب في الديتا في الطريق يعني من ناحية ال اتش تي بي اس لير اه من ناحية ال اتش تي بي اس لير حتى من ناحية ال كومينيكيشن لير كلها بتبقى طول الوقت فيه بتحصل حصد حد عمل مثلا حاول لي يغير في الديتا اللي رايحة بس بس يعني ايه فده بيحقق لحاجة كتيرا وعش كبه تي لس اللي حد من الحاجات اللي هي ايه بقت شبه يعني يعني سهل جدا وسريع جدا وفايدة بتاعته عالي قوي فالناس بتبتدي بيه يا مدين لو انت مش لايه حاجة تعملها حط تي لس مدين لان ده حتى لو كان مثلا من 15 سنة كان يقعدوا طب هل ما بين السيربسيز محتاجتي اللي سنة خطوا يعني خطوا كده افكر يعني يعني اللي هو مش مش دي القضية يعني مزل فده اول حاجة هتساعدك في حجز انك انت ايت او اللير او اللير اللير التانية طيب هل هل اي حد يقدر كول الابي دي اي حد على المشاعر لان فيه كيس بتبقى كده يعني مش كل الابي لازم تكون الناحية التانية انا متأكد من ان انا بكلمه يعني تبقى مثلا انت عامل مش عارف مثلا اي حد عايز يخش يقرى الهو حر يعني مفيش 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 حاجة بالمنظر فالسؤال ده هل انا متأكد اتأكد ان اللي بيكلمني ناحية التانية ده انا عارفه اصلا وهو البيانات اللي بتبعت له دي مخصصة لي هو بس او فيها جزء منه مخصصة لي بس لو لاجابة اي بقى محتاج تعمل جزء بقى كمان محتاج انا كده تتأكد ان اللي بيكلمك ده انت عارفه فمعنى كده انها محتاج قبل ما اعمل محتاج جزء يكون فيه يعني محتاج يكون عارف مسبقا علشان لما يجي دي تاني اقدر اتعرف عليه عرف وبيصدع الكلام ده ادعنا الوثنتيكيشن اعمل الحاجات اللي ممكن تساعدك في حاجات تانية يعني بذات لو الابي اي دي مش مشفوح على المشاعة يعني هتساعدك في حاجات زي الريتلمتنج الكلام ده هي الجزء فماذا تحتاج اي باي كمان الاحد كبير هتقدر تتحكم في عدد الناس اللي ممكن تتكلمك لانك انت عارفهم كلهم مبدايا بلس انك ممكن بقى تحط بكوتاز تقول مثلا مفيش حد يقدر يعال عن عن ريت ريكوست ريت معين وهكذا فتقدر تتلم الليلة يعني فهتلاقي نفسك تفتح معوضيها طلوقتي يعني ده اللي ابتديت من لا شيء كده حطيت ترانسبرت سكيريتي لير مثلا كده بتكلم في اوثنتيكيشن تكلم في الريت ليمتينج تتكلم في حتى في الجزء اوثنتيكيشن زي هل انت هتبقى متستخدم افضل حاجاتي انك كنت تدور على البروتوكول مشهور يعني مثلا في الابي ايز وفي الكلام ده اغلب الوقت هتلافسك حاجة زي الاواث حتى الاوپن اي دي كونكت والاواث الاتنين هيساعدوك اوه في الحتة دي ممكن بقى نتكلم في التفاصيل ايه الفرق بالاوپن اي دي بالزبط انا كنت يعني بما اننا دخلنا على حتة الاثنتيكيشن وبما اننا هتاكوا تشغال في اوكتا فاعتقد انت هتبقى اقدر حد ان انت تتكلم في الموضوع ده فقل لنا بقى ايه او اوث للناس اللي ما تعرفش اصلا وبيشتغل ازاي؟ طيب هو هو الجزء اللي احنا يعني عدين عليه بسرعة كده اللي هو ايه انك انت محتاج اوثنتيكيشن هم بيجابوا على سؤالي مختلفين يعني الاثنتيكيشن بتتأكد اللي قدامك ده مين وخليك مكلمة تتأكد دي لان فيه حاجة فيه مرحلة قبل الاثنتيكيشن مسمى الاثنتيكيشن يعني عارف كده لما تروح ستاربكس وتقوله ويقولك ما تطلب مثلا تعمل طلبك يقولك طب احط اسم مين على الطلب تقوله اي بي سي هو مش فارق معايا يعني الناحية تانية مش لو قلت ده اي اسم مش مشكلة بس هو عايز اسم عارف كلمة كبير فده الاثنتيكيشن مفيش اي نوع من الاثنتيكيشن من الموضوع بس مجرد حاجة انا اعرف انت مين المرحلة بعد كده لان انا متأكد بزبط محتاجة اتأكد انت مين بقى فبعمل حاجة اللي هو بيسموها فده اللي يبينقلك من مرحلة الاثنتيكيشن انك انت بتعمل التشالنج بقى ده نوع بلازم يكون معك انت كيوزر او ككولر او ككلاينت بحتيكم معك والناحية التانية بتقدر تفيريفي كريدانشال ده ولما الفيريفيكيشن بينجح بتبقى ايه خلاص اوثنتيكيتد فانا عارف انت مين تحديدا هلو زي كده لما تبقى مثلا لو انت واقف في الجيش حراسة مثلا وجاء حد يحاول يخرش منك تروح اقفوا تقوله ايه كلمة سر الليل كلمة سر الليل دي انت بتعمل التشالنج للي قدامك لو نجحت التشالنج هتعديه مجحش التشالنج مش تتعمل فانت عشان توصل في المرحلة دي محتاج بقى انت وسيلة انك انت تعمل الكريوغرافي ده او دانس ده انك انت طب انا هارد امتا وده هامل امتا فالبرتوكولز بتساعدك انت بدل ما تقعد التشالن بقى كل التفاصيل دي واللي غالبا هتجيب في حاجة كتير غلط ففينا يعني اناس كده ربان يبارك لهم بيعملوا يعني البرتوكولز عملوها قبلك ايه بالزرط وبتبقى غالبا دخلت في كل مشاكل اللي انت ممكن ان تخيلتها او ما تخيلتهاش وحلوها وحلوها وحلو ما اقدروا يقول لك كمان حتى لنقاط الضعف فين ونقاط القوة فين فهو بيبقى لحد كبير انت بتستخدم حاجة يعني battle tested يعني ففي الحالة بتاعتك اللي احنا نرجع تانية الـ OAuth والـ OpenID Connect الـ OAuth بيعمل حاجة اسمها Delegated Authorization مش بيعمل اثنتيكيشن اونا حتى بيعمل اثنتيكيشن تحديدا هو بيعمل حاجة اسمها Delegated Authorization اللي بيعمل اثنتيكيشن حاجة اسمها OpenID Connect او اي حاجة تانية بس الـ OpenID Connect تقول كده ان هو ايه ده اللي بيعمل لك الـ Identification نفسها انت مين ده اللي بيسألك اثنتيكيشن نفس هو تقدر تقول انه كانت اثنتيكيشن للـ OAuth يعني حاجة تحطت فول OAuth عشان تخليه يعمل اثنتيكيشن كمان يعني لكن هو الـ OAuth في صورته الـ Pure ما بيعمل اثنتيكيشن مين حاجة اسمها Delegated Authorization يعني ايه Delegated Authorization يعني انا مثلا ودي الكيس العامة في اغلب الـ لو ببعتلك اسألك ان هو ده تمام يقولي ده تمام هو ده اللي انا عارفه اه هو ده اللي انا عارفه بس مجرد يأكد علي اه يعني مثلا لو بتخيلت مثلا انك انت بتسغل تويتر مثلا فانت عايز تعمل فتويتر بيقولك تحب احب اجيب ان انا مثلا امبورت الـ Contact List بتاعتك من مثلا جيميل علشان اعمل اعمل تشوف اذا كان ليك صحاب عم موجودين على تويتر وتعمل لهم فولو لهو عاجة بري كومن بتحصل طول الوقت يعني ففي الحالة دي انت بتحت انت لو فكرت فتلعند كذا في في السيناريو ده في انت كواحد صاحب الـ Contact D لو بنسميه كده في اللينجو بتاعت الـ Authorization بسميه Resource Owner انت بتقوني الـ Resource اللي هو الـ Contact وعندك الـ Client الـ Application انت بتستخدمه اللي هو مثلا تويتر Application سواء على تليفونك ولا على البراوزر وعندك الـ Authorization Server اللي هو جيميل اللي هو الناحية التانية حتى ممكن يكونش جيميل تحديدا ممكن يكون مثلا أكاونس تتجوغل 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 يعني اللي هو الجزء بتاع جوجل اللي هيقدر يـ Authorize بالضبط وفيه اللي هو الـ Resource اللي انت عايز اللي هو الـ Contact مثلا فيه حاجات تمامية كتير بس ده خيل ان هم الحاجات دي على الأقل فدلوقتي انت كـ Resource Owner او كواحد صاحب الـ Contact عايز تدي صلاحية لـ Twitter ان تويتر يروح يسأل جوجل بالنيابة عنك على الـ Contact بتاعتك فجوجل يدي تويتر الـ Data اللي هي الـ Contact ويبقى احنا كده تماما كنا بنعمل اين زمان قوي 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 بقى قبل الـ Author كنت بتدير الـ User Name والـ Password بتاعك يعني الناس يعني هو انت عايز حاجة معنى ان يخد الـ User Name والـ Password كلهم فانت كده بش ديته الـ Authorization انت كده ديته كل حاجة ديته كل حاجة ديته كل حاجة انت ديته نفسك يعني انت شخصيا وانت ده سياسة ابيه ونفسي في الـ Security فطبعا بس ما كانش فيه غير فطبعا ده كان بيفتح الموضوع على البحري خالص يعني معاه صلاحياتي خليه جيب كل اللي هو عايز ممكن يقرأ الإيميل بتاعك ممكن يعمل اي حاجة يبعت إيميلات باسمك حتى مش بينابع عنك باسمك على طول يعني فطبعا ده يعني خليه الموضوع على البحري فمثل ديته الـ Authorization انك انت الـ Application ساعتها بيروح لـ Google يقول له انا فلان قال لي اجي عندك اخد الـ Contact فجوجل يقول له تب استنى ثانية واحدة يروح يريداركت عندك تاني كيوزر ويتأكد ان انت اوثنتيكيشن اوثنتيكيتد اصلا مع جوجل بعد كده يسألك يقول لك تويتر بيقول انا عايز الـ Contact تاعتك انت موافق انت موافق او لا مش موافق انه هو انت دلوقتي تجيرت الـ User الـ User ادتك او لا وفي الـ UI الـ Consent ده يقول لك بالضبط هو عايز ايه الـ Permissions اللي هو طالبها فمثلا لو انت متعقق انك انت محتاج تدليه الـ Context بس مفروض لا يلاقيش مثلا حاجة زي الـ Read E-mail مثلا انا اصلا اقل لك بس تاخد الـ Context انت ليه عايز تقرق الـ E-mail بتاعي فانت موش بس ممكن تشوف الـ Permissions طالبها الـ Application ممكن كمان في حالات ممكن ترفق حاجات معينة يعني ممكن تلاقي الـ Application طلب حاجات معينة يقول له لا انا مش عايز تدليه الحاجات دي بس ده لانا محتاج تدليه وخلاص فانا دلوقتي اعملت توكيل كده يعني الـ Application بتاع تويتر نقرأ الـ E-mail بس سور يقرأ الـ Context فعتي بس مادش يا محياتين ممكن كمان في اي واحدة في اي لحظة الـ Permissions ده او هو كمان الـ Permissions غالبا ممكن يكون يعني بعض نقطة معينة خلاص بعد وقت معين فالليلة دي كلها ليه علشان بس نشوف اللي احنا بنحاول نعمله ده بساعد فيه يعني انت دوقتي لو انت بتبني API الـ API بتاعتك غالبا هي بتبقى في الحالة انك انت اما انت بتعمل ريسورس سيرفر لحد يعني انت اصلا عندك الريسورس اللي الناس بت او بتكول علشان تقرأ منها يعني انك انت بتحاول من ضمن اللي انت بتعمله انك انت وانت في الـ API بتاعتك بتروح لأماكن تانية علشان تجيب ديتا بتاعت الكولر اللي بيسأل فممكن تكون من ناحتي يعني ممكن تكون ايما انت اصلا الريسورس سيرفر او تكون انت نفسك client بس لحد تاني يعني فانت بتحاول تحد كده تشوف ايه انت فين يعني انت في الليلة دي فين يعني طيب انا هافترض دلوقتي ان انا الريسورس اللي عندي دي هي بتاعتي وانا بابلد ايباي وانا مش عاوز حد يشوفها غير اليوزر نفسه فوقتها هعمل ايه بقى يعني كل يوزر مسموح له يشوف داتا معينة الداتا بتاعته بس مش مسموح لبقية الناس انها هتشوف بقية الداتا بتاع بعض ممكن بعد كده نتكلم بقى عن حتة الكوتا بقى انا عايز احدد ان الشخص ده ليه عدد معين من الريكوستات مثلا في فترة معينة زي مثلا ما بيعمل اي حد بيعمل وتفر مثلا يوتيوب بيعمل كده بيقولك انت ليك عدد معين من الريكوستات في الايباي بتاعي ما تقدرش تعدي كوتا دي لو عديت هتدفع حاجات شبه كده انا عايز اعمل كده على الايباي بتاعي ايه المفترض اعمله بالضبط هو يعني هو بداي يرجع نتالي للفكر دلوقتي انت في الايباي دلوقتي خلاص انا في الحلب لو انا صاحب الريسورس فانا ان انا خيجي لي توكن طبعا حسب البروتكول بنكلم فيه لو انت مثلا اوقات اوقات تحديدا برضو مش بيبقى بيحدد نوع التوكن اوي يعني بس اغلب الناس بيصنع حاجات زي جي دابلو تي والكلام ده او جي دابلو اي و جي دابلو اس والحاجات اللطيفة اللي هو بيسمه هو زي مجموعة جي او اس اي برضو عشان للناس اللي متعرفش ممكن نقول ايه جي دابلو تي و جي دابلو اس و ايه الفرقات ما بينهم بحيث الناس برضو تبقى فهمة احنا بنتكلم بايه طيب هو دلوقتي احنا جبنا سلطة التوكن التوكن ده يعني فيه هو في الاخر بيبقى ليه فيه كذا نوع منه يعني فيه انواع بتبقى التوكن ده مجرد حاجة او بيك كده اللي هي ملهاش معنى قوي هي مجرد سر في حد ذاته التوكن ده سر في حد ذاته الناحية التانية بس اكد ان التوكن ده هو اللي انا عارفه و خلاص بقى ذلك حاجة شابه الباسورد جدا ده نوع من التوكن فيه نوع تاني التوكن بيبقى التوكن نفسه ليه فورمات و فيه بيانات جوا فهنا نتكلم في ال جيتابلو تي مثلا ولا بيسو ولا بشكل اسمعي فيه عاجة تانية يعني فيه انواع تانية مختنة اللي هم يعني حاليا نتكلم عن جيتابلو تي مثلا فالجيتابلو تي ده فورمات لشكل التوكن تعبراني فبيقى متأسم يعني مثلا متأسم للثالثة في عندك مثلا وهكذا في دوت وهكذا في بادي وهكذا في فوتر او سيجنيتشر كل جزء بيبقى فيه جزء يعني فيه معلومة مهمة مثلا الهيدر بيبقى بكتوب مثلا البرجن بتاعت البروتوكول مثلا النوع السيجنيتشر اللي مستخدمينها ايه ونوع الكيل انهي كيف نستخدمه علشان نساين التوكن وبا كده البادي بقى اللي فيه اللي هو مثلا اللي هو مثلا فيه الاشوار مين اللي ماشي والتوكن ده نتكلم عن مين أصلا مين الشخص مين الابليكيشن مين الكلينت او حاجات تانية ممكن تكون ممكن تقول الابليكيشن ده عايز يعرف مثلا عمر اللي بيكول مثلا فالإدج بتاعه مش عارفة تفاصيل يعني الفوتر بتاعه هو السيجنيتشر ده فيه بقى درجة السيجنيتشر اللي بتأكد ان التوكن ما تلاعبش فيه قبل كده فانت محدد طبعا فيه طرق كتير انك تعمل تعمل سيجنيتشر فيه مثلا متاع تلاتين في الابليكيشن متاع تلاتين مختلفين تعمليهم حاجات بتبقى متستخدمة حاجات متستخدمة حاجات متستخدمة الناحة بتانية السيرفر او الابي سيرفر بتاعك ده بيتأكد ان التوكن ده هو بيعيد حساب السيجنيتشر ويتأكد من حسب نوع الكي لو ده كي شيرد فسلا يتأكد ان فعلا معموله مضبوط بالكي ده او لو كان بحب الكي مثلا بيتأكد من السيجنيتشر بتاع الحاجة والتي بيعملها عشان يتأكد ان التوكن ده تعمل مضبوط ومن ضمن البيانات برضا الزيتها اللي هو بتاع التوكن ده فأقولك من ضمن البيانات برضا المهمة اللي في البادي بتاع التوكن الـ date والـ expiration ولان طبعا من ضمن الحاجات اللي قلناها في التوكن التوكن نفس ممكن يبقى مثلا مثلا بيقعد تلاتين ثانية ولا دي ولا تلاتين دي فأنت من ناحية التانية وانت وانت بتتأكد من الحاجات دي بتأكد بتأكد من اكد من الـ هل انت اصلا التوكن ده بتاعك ولا مش بتاعك يعني ممكن يكون التوكن ده ما بعودت لـ تانية مش بتاعتك اصلا فتبتأكد اذا كان ده بيماتش أنا فأنا فعلا كسيرفر لا اكد من الكلام ده كله وبقى تاخد البيانات اللي في التوكن دي وتستخدمها بقى لك انت مثلا جالك ايميل مثلا فانا اقدر الـ بقى بالايميل الموجود في التوكن عندي اشوف هو بياناته موجودة ولا اكد اعمل بتاعي ممكن اتأكد ان هو هل ليه حق اصلا يقرى البيانات اللي هو عايز اقراها دي ممكن يكون الـ من ناحية الـ من ناحية الـ نفسه من ناحية الـ نفسها عشان تتأكد ان هو فعلا الـ الـ بتاعي ممكن اديك توكن فرد وكل حاجة بس مش بتاع الـ انت بتسأل عليه يعني انا ممكن ابقى عندي توكن مزبوط وكل حاجة لـ بس ابعته للـ توكن زي الـ بس مش بتاع مش بتاع الـ اللي انت عايز فيرفضك او اي حاجة تانية اي سابب تاني ممكن رفضك على اساس تمام في حالة الـ الـ بتاع اي حد نقدر اعمله بارس واقدر اشوف المحتوى بتاعه فده الى حد ما ما يعتبرش سيكيور بنسبة كبيرة فالناس غالبا بتتجه انها تستخدم مثلا حاجة زي الـ مثلا ايه الفرق ما بينهم او اين هو الفكرة هو الفكرة هو الفكرة في ان هي حسب انت بتحرك ايه يعني هو اه يعني زي ما تقولت بالضبط انه هو الوقت انت عندك التوكن احنا قلنا انه هو متقسم تلات تحتات وكده بتعمله بيعمله باكده 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 تاخذ التوكن زي ما هو نفسها تفتح مثلا ووت سايت زي GWT.IO مثلا يطلع لك كل المعلوان هل ده وحش حلو يعني يعني امتى انا محتاج فعلا استخدم GWS حسب انت بعت ايه في التوكن يعني انت لو بعت في التوكن حاجات سرية يعني انت بعت مثلا حاجة مهمة جدا مش عارف لي بعته بس بعت مثلا البالانس بتاع البنك وهل ده صح انه تحطى اصلا حاجة سرية في التوكن يعني فهو ايه بتبقى سكيريتي يعني لو انت لو انت كل اللي بعته مثلا ايديز ده مش عارف التوكن مش عارف ايه مش مستهلا انك تستخدم GWA يعني اللي هو يعني اللي هو فيه سبستاندر كده او جزء من الستاندر بتاع GWT او الهوزيدة في حاجة اسمها GWA اللي هو جيسون ويب انكريبتت توكن حاجة ده الفي الاخر انت بتانكريبت توكن كله مش بس تعملوا السيجناتشر انت بتانكريبتو كل على بعضه فانعرف لو رجعنا الخطوة الورا كده اللي تساعدنا بدينا قلنا انها عندنا اللي هي اللي هو الانتجريتي والافيليبيليتي الانتجريتي اللي جزء تاع السيجناتشر اللي انا حطناها في كل مكان معنا في الأول ده بيتأكد من حاجة تسمعها ان التوكن نفسه ما تلعبش فيه مثلا 9 و 9 من تلعبش فيه اكثر كل اللي همهم انه تحكي ان التوكن ده طالع من مصدر صحيح المصدر رامو تخيله وما تلعبش فيه محدش فيه محدش خد توكن وغير فيه حاجة يعني لانه ساعتها الانتجريت مش هتماتش فقدر الموضوع لكن فيه كيسس لو انا بحتاج بقى فوق ده كله كمان ان التوكن كمان التوكن بتتعرفش لو حد مثلا ادري ان هو ينترزبت التوكن ده بأي سبب يعني غير ان هو في الاخر زي ما قلنا ان اصلا ناني على TLS فغالبا كل ومش غالبا هو البيانات كلها انكريبتت هنا حاجين فيعني غالبا هتلاقي ان انك انت احتياجت لجيتابل اي ده حاجة غالبا بتبقى يعني انت عايز حاجة فوق يعني فوق الانكريبشن بتاع الترانسبورت انت كمان عايز الانكريبشن ده مثلا لو انت متخيل انها التانية ممكن تكون مثلا بتلوجي التوكن لما تتيجي فانت ايه ما عايز تأكد انها حتى لو او ميس هندلد مثلا بتاعها ما حدش يعرف ماشي بس ده في حالات خاصة يعني في حالات انه انت محتاج فعلا الحاجة زى كده الفكرة بس انت نحاول نفرر من الكلام ده لانه كل حاجة انت بتعملها بتاد كومفليكستي فلو انت مش محتاج كومفليكستي بلاش تعمل يعني يا رفل هو ايه وتعمل ديلي كمان مع كل وهكذا لانه لازم كل الكلام ده فهيبطأ وكي تاني محتاج تاخد بالك منه كده تعمل له امتا فكل حاجة لها حاجة يعني كل حاجة وفيش حاجة بلاشة كل حاجة لها تاكسة تدفعها كل حل وليه مشكلة بيعمل فده يعني بس هو تخليك برده والناس يعني يعني بتربط التوكن او يعني بتزوام توكن تحاولة يعني مش هو ده الحاجة الوحيد يعني في انواع كتير من التوكن وفي حاجات احسن كمان لان جي دابل تي بتحس كده انه هو ايه سويس ارمي نايف فيها كل حاجة ممكن تتخيلها فيها كل الكمبينيشن الممكن تتخيلها في مثلا لما تجي تبص في الالغوريثم الممكن تستخدمها فيه كمبينيشن كتير جدا ممكن تستخدمها فيها المشكلة ان فيه كمبينيشن احيانا او خالص يعني مثلا من ضمن الامتشن الموجودة في الالغوريثم فيلد بتاع الهيدر انا كنت تبص مش همرايحة خالص يعني تبقى الدوكيمنت فاضية كده او مش فاضية يعني دوكيمنت فيها كل بيانات بس فيش اي نوع من الجارانتيز سبحان الله الحد النهاردة الحد النهاردة في ساعات ثانيا الاجتماعات يعني اعرف تاسل بتاع الهيدرات بتاعتها فهي بتشوف نن ما بتبصش فبتحاولش اصلا تعمل حاجة يعني لها انا نن خلاص اي ما نشوف اتأكل من حاجة وقبل الدبكيبتو توكين زي ما هو في حاجات ساعات بتبقى محتاج انك انت محتاج توكين او محتاجة بقى عندي دراية شوية بايه صح حقيقة الغلط في هذه الأشياء عشان لا أعجب سمشكلة في محاولات أخرى يعني في حاجة مثلا حاجة اسمها باساتو نوع ثاني من التوكن النوع ده هو تاتس ان هو منيما البرجن من جي دابلوتي فشال كل التفاصيل اللي لا يفعل مهم يعني قال لك بدلا ما عندك 30 البرجن منهم خمستاشر ما تستخدم همش طب نحطنهم ليه أصلا هم كلهم مثلا البععة مثلا يعني هو يعني من جي دابلوتي اه وكمان هو بي حاجة تفاصيلة مثلا انت عايزوا public ولا private اللي هو انكي زي هو نفس الفكرة يعني يعني جي دابلوتي تلاتة سيكشنز هو مش عارفة أربعة سيكشنز بس نفس نفس الفورمات هو برضو جيدسون بيست برضو موقع تقرأه مش عارف ايه بس في تفاصيل مختلفة في الحتة دي يعني ليه جي دابلوتي هو المشهور أكتر ومعظم الناس تستخدمه وكل ما بتروحه او مش موضر اول هو الأكتر انتشارا اه يعني الحاجة مش بعيدة قوي فطبعا ايه عارفة فكرة اللي هو الأول دايما بياخد وقت طويل غيرا غيرا حاجات الـ identity كمان بتاخد وقت طويل قوي علشان تأكشولي جيت اوتو يعني مثلا الحاجة النهاردة مثلا تخدم سامل بس الـ enterprise applications تحديدا ده بقى xml based يعني تحس انك انت سنة 95 يعني حاجة كده يعني وكل حاجة بيري بيربوس وفيري دوكيمنس بتباعت مش وحش بحاجة انه وحش بحاجة انه وحش بس في الوقت تحس فعلا انك انت رجعت بالزمن وانت ببصة في العسامة يعني يعني بيين يوزد كل في كل الـ enterprise applications يعني يعني فمش معنى انه جيتولي هم برضو جيتام ليه مش وحش بس اللي بقولك انك حذر شوية وانتستخدمه عشان تتأكد انك انت ايه مش بتحب استخدم combination غلط او حاجة ممكن تتعملك مشكلة انك تبقى فاهم كل الـ options والحاجات المحطوطة ما تبقاش بتختار الحاجات يعني كل حاجات يعني كل حاجات ظهرتك دور عليه هبص ده ايه معانا ايه بالزبط اصلا فيها مشاكل فيها مضبوطة في حاجات مندي تفاصيل كتير بحتاجة تبص عليها شوية لكن بالعكس يعني برضو انت عندك الـ momentum بتاع الناس كده بتستخدمه ده برضو مش وحش بس يعني ايه خليك فاكر دايما ان فيه options اخرى يعني لو انت عايز تبص الـ options ايه هو بالنسبة لك هو ده الـ options الوحيدي في options اخرى ممكن تبص عليها يعني طيب الحتة بتاعت الـ JWTS بقى ده هو ايه الزيادة او الفرق ما بين الـ JWT او الـ JWE ايه الفرق ما بينهم انا حاس ان الاثنين تقريبا شباه بعض انا ما عافش الـ JWTS هو هو الفكرة ان هم كلهم تحت حاجة اسمها هوزي هوزي ستاندرد ده هو اللي فيه الجزء بتاعه يعني لو ضغرت على جي او اس اي الورقة البحثية بتاعتهم كتابعة طبعا ده انا ما كنت يعني ما كنتش يعني فاهم شوية بس انا ما دخلت بسيط على عليها نفسها كتابعة زي principle او حاجة كأنها الورقة البحثية الاساسية اللي كلهم طلعوا منها يعني بالضبط هي فيها الـ 2 يعني هي فيها الـ JWT وفي حاجة تانية اسمها الـ JWT الـ JWT اللي احنا بنستخدمه اللي هو اللي هو الـ Payload نفسه مش encrypted اللي هو الـ JWT انت بس عندك Digital Signature بس اتأكد بس من الـ Integrity بتاعت الـ Token الـ JWT هو نفسه كمان encrypted فايمكن هذا الفرق اكبر ما بين الاثنين اكيد او ما في تفاصيل كتير فروق ومش عارف ايه بس ده ممكن تنظر على القالة ده اللي انا فاكره يعني انه هو ده الفرق الاكبر ما بين الاثنين حتى في الاسم يعني E هي encrypted يعني بس فهو ده اللي انا ما جايز اكون لو فيه لو فيه حد يعني مطلع اكتر او على الاقل فاكر انا باورد الحاجات دي اني بقيه بتكلم فيها ممكن يكون تفاصيلها واقعت مني يعني طيب انا حاليا قدرت اعمل identify لليوزر عارفته وديوزر اديتو Token فبقيت عارف مين اللي بيكلمني وايه الحاجات اللي مسموحة له يشوفها بناء على Token اللي انا مديها له ده مسموح يشوف الـ Resource ده ومش مسموح يشوف الـ Resource ده طيب عايز احط كوتا بقى اتأكد ان الشخص ده نفسه مسموح له limit معين ايه اللي انا بحتاج اعمله من ناحية الـ Application او من ناحية الـ API بتاع اللير الزيادة اللي انا محتاجة احطها او ازاي يعني لو انا عايز اعمل افكر في ايه دي Application specific يعني حسب بقى انت مثلا بتحسب انك انت الـ API دي بتحسب فلوس على انك بتقول الـ API لانها بتاخد مثلا مثلا تجيبتين بين الناس بتتكلم عنه من دول فهو عمد ناحية الـ API بس هو بيحسبك بالكل وليك كوتا في الشهر يولاك مثلا انت ليك مثلا ماكسما في اليوم مش عارف مثلا ألف ريكوست وماكسما في الشهر مثلا خمسة مليون ريكوست ما تبري يعني بصر ربعفش الرقم ايه بس يعني فهو لانهو بالنسبة له الـ بتاع الـ API ده او الـ وانت بتدفع فلوسه على الكوتا بتاعتك دي فهو بيبقى دايما عنده يعني ايه من ناحية تانية بيحسبك بقى انه مثلا بيعد الكوز اللي جاية فيه مثلا بيعد خلالها مثلا حسب انت مقسمها ازاي انت ليك مثلا ألف ريكوست في الساعة مثلا ولا في اليوم فهو عنده مثلا باكت معين لكل يوزر بيعد وراه اول ما الـ ويندو بتاعت الباكت دي بتنتهي سواء بقى سوري او يعني العدد الكوتا اللي عندك فشت في اليوم دي مثلا انتهت اي ريكوست هاييلي بعد كده حرفضه هديك بقى واتبر الـ بيقولك انت ايه 429 مثلا او حجمها اشت كده كان ايه اللي بينفع بس يعني واتبر يعني اقولك ايه انك انت بتاعتك مثلا او 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 ايه او او وعول ما الويندو خلاص تكسبير مثلا اليوم اللي بعدي ترفرش بقى تاني تبتدي تاني بويندو جديدة بس هل نتكلم في الحالة بتاعت ان البيزنس لوجيك نفسه هو اللي بيحدد الكوتا بتاعتك يعني انت شريهة مثلا او انت محتاج عشان تخد اكتر تدفع اكتر وهكذا فهتبقى لي علاقة بانك انت يعني ده مش سكوريتي قد ما هو بيزنس يعني انك بتشتري برودكت وعندك مثلا سبلاي معين او عندك ماداش تعدي الجزء ده انا عايز تعدي تدفع اكتر اوكي لكن في فارقتين لو كانت سكوريتي في عند الجزء اللي انا قلنا عليه عدنا عليه ما شواله هو ريت ليمتنج انت كنت ممكن يكون ممكن يكون الناس لسه ليها في الكوتا بتاعتها بس بس عند نقطة معانا السيرفرات مش قادرة تستحمل اكتر من كده هاتطر ريت ليمتنج يعني اقدر اقول لك انك انت اه انت ليك انت ليك الحق وكل حاجة بس انا مقدرش حاليا في هذه اللحظة اديك الكوتس ما انت عايزت ده لان انا فده بيبقى غالبا على مستوى يعني ممكن تعملوا على مستوى الابليكيشن ككل او ممكن هتعملوا على مستوى كل كاستمر بس عشان بس تحميل السيرفز بتاعتك انت ليك معينة وبتحميل الباك انت بتاعك علشان مثلا فيه ديتابيس وغرر فيه مش عارف ايه لها ليمتس معينة فبتحمي السيستم من انه يتجريد او ان يكراش خبس طبعا ده ممكن يكون بيكراش او مثلا ليه ليمتس حتى او لو حصل مثلا ان فيه اتاك عليك اكتب اتاك مثلا باستخدام دي دوس ولا حاجة فانت بتعمل احتاج برضو تليمت او تبصص الحتة دين هو فيه ناس بتحاول تعتاك السيرفز بتاعتي فلازم يكون عندي ميكانيزم ان انا المت الريكوست بسانة او جاي من مكان واحد او جاي من او حاجة ادي تكت مثلا فيه مثلا عشر تلاف ريكوست جايين لي في اللحظة من اواتوماتيك لي مثلا يقام باستخدام الارت في الناس بتوع الاسر ايز والديفلوبرز والحاجة يبتدوا يعملوا مثلا ديني لست معينة لالاي بيس دي فيوقفوها او هو اواتوماتيك لسيستم بفلاج لا يجببيني معين ويبتدى هو يديني بنفسه علشان يوقف اللي بيحصل به حاجات فيه بسيرفز بسيرفز لي بتحق على اي لير غاليبك لاتحط على جيتوي بتاعتك او ساعات ممكن حتى انك أنت بيستخدم لتركبطي لحاجة كده مثلا 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 نسخل من كلاود في لير ولا بسخدم حاجة بالمنزر ده هما عندهم كماستي اكبر بكتير فهم يقدروا يعني ايه يتعاملوا حتى لو انت جزء ويبعتوا لك الجزء الذي يرونه الاجتماع أكثر هناك شيئين حتى داخل مستخدمات 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 مثل امازون وشيلد وهي أيضا تساعدك وغيرما تساعدك حتى باسيك في الوصف لو أنت تستخدم أي مستخدم وهي لديهم مستخدم لو أنت تريد أكثر مستخدمة فهي مستخدمة للحاجات الـ API التي تكون مستخدمة بمعنى أنها مستخدمة من المستخدمات لو أنت ليست مستخدمة من المستخدمات مثلا دي سيربس أو داخل مستخدمات أو داخل مستخدمات أو داخل مستخدمات فما فيش مجال يجيلك ترافك من بره خالص فأنت غير ما هتحكي الموضوع ده قوي يعني ليس خالص يعني هو الجزء بتاع الـ للعالم الخارجي لكن ممكن تكون محتاجة مع الجزء بتاع الكوتا ده لأنه يجب بقى بيزنس لوجيك يحتاجه فمحتاج تشوف أنت تحل أي مشكلة فيهم هل أنت تحل مشكلة الإخدار فأنت تحاول تتأكد من الـ عشان بيزنس لوجيك فغالباً ده هتبقى على الـ على الـ بتاع السيستم بتاعك الأجزاء اللي بتأكسب ترافك من بره ولا دي حاجات بيزنس لوجيك فأنت محتاج بقى تبقى عندك مثلا شيرد ستيت ما بين السيربسس بتتأكد الريتليمت بتاع الـ وصل ولا وصلش ولا وطيفر أي سيربس تقدر تتحكي في الموضوع ده في سيربسس ممكن مالهاش علاقه حتى لو هي مش بروس أصلا عن الموضوع ده متوقع أن السيربس الأبلاقة هي اللي تأكدتنا حاجة زي كده فأنت بتاعك بقى تشوف الدزاين بتاعك حسب انت هتعمله فين علشان بيبقاش برضه تحسب الحسبة دي كل شوية فده برضه يعمل لك مشاكل من السبب يعني فهي تفاصيل أكتر من هي يعني لها معينة خاصة بالـ يعني مش حاجة ومن التواصيل نحن بكي فاضل أعتقد اننا كلمنا في معظم النوط طيب كان فيه نقولنا فيه جزء ثاني يعني يعني في النوت هنا التوكن تعرفنا ما قلت للموضوع التوكن بحثة التوكن لكن التوكن ليس طوالي الوحيد عندك وهي المتختصص ما أو المتختصص يوسط حسب طبعا نحن بنتكلم في أنه نوع سيرفيس وأنه نوع كومنيكيشن ده يبقى مور كومن أكتر ما بين السيرفيس اللي بتكلم بعض مثلا باكين سيرفيس اللي بتكلم بعض فهم ممكن يستخدمهم ضمن الميكانيزات نفعتهم يبقى فيه حاجة اسمها كلاينت سيرفيكت يعني كل اللي يقع عنده سيرفيكت بتاعته هو ممكن تبحته وكل حاجة مش لازم تكون حاجة جاية من PKI مثلا بيرجستر السيرفيكت بتاعته مع السيرفيس اللي هم ناوي يتكلم فالسيرفيس اللي ناحية التانية عارف البابليكي بتاعك ايه عشان هاي انت قلته هلها يعني مسبقا وكما انت عارف السيرفيكت ايدي نفسها لو انت عايز يعني تبقى ايه من الاخر يعني فدلوقتي كل مرة انا روح اكلم مثلا كلاينت بحاجة كلم سيرفر فبعدما ايامل اللي هو التالي اللي هو تأكد ان انا فعلا بكلم من ناحية التانية يعني شوف البابليك سيرفيكت بتاعت السيرفر الكلاينت كمان بيروح عامل تشالنج يعني بيساين ميسج مثلا باستخدام باستخدام الكلاينت سيرفيكت بتاعته ويبعثها للسيرفر فالسيرفر كمان يبقى عارف مين بيكلمه ناحية تانية كيف يسمى ميوتشوال تي لس يعني ناحيتين بيستخدموا تي لس ان هما يعرفوا بعض دي هتبقى مع كل ريكوست مع كل ريكوست وبتبقى ادد لير و سكيريتي انك انت مش بس ان انا السيرفر مش فارق معا مين بيكلمه مدام الناس عارف هي بتكلم السيرفر صحة ولا انا كمان السيرفر عايز اعارف مين بيكلمين بالزبط وكل واحد منهم ببقى عارف بالزبط هو مين بس ده برضو هيضيف يعني دي لي برضو للرسبونس تايم هو مش دي ليه قوي بس هو هيضيف كمبلكسي طبعا لان مشكلة انك انت انك انت عندك عدد مرقب بلاتي ما بقىش عندك سيرفر وحدة عندك مثلا على عدد السيرفر بتاعتك عندك سيرفر كمان فده بي اد اوهرهد في الوبرائشنز بتاعتك انك انت محتاج با تأكد ان كل سيرفر كتايت او يعني مش اكسبير قبل ما تأكسبير بتعملها الانيوال والروتيشن بتاعها ده بياخد منك مجهود او تدوء او تنفيست بقى في حاجات تخليك الموضوع ده احسر اوتوماتيك اه 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 اوتوماتيك مثلا في سيرفر سيستمز كتير بقى حاجات بقى زي بتاعت الجماعة بتاع كونسول ومش عارفة الحاجات دي عندهم تولز كتير بتساعد في الموضوع ده بس ده كله انفستمت كل ده وقت وفلوس وحاجات عشان تضطها بالضبط بس ده نوع من الاثنتيكيشن اللي ممكن تستخدمه وانه طريق سيستخدمه باستخدام الموضوع ده ومش بس ده يعني يعني لو حتى عايز ودين الاث بروتوكول فالاث بروتوكول نفسه في اللي هو بيسمونه الكلين كريدينشل بروتوكول او كلين كريدينشل فلو انهما لو تو ماشينز بكريموا وبعض مافيش يوزر في الموضوع ده خالص يعني مثلا انت عندك تو باك ان سيرفززز في مثلا كران جوب بتران مثلا كل سبوع بتروح تسأل سيرفز تاني عشوات بيانات او سيرفزز كتير عشوات بيانات بتتخلص شغلها او اثنان يعني موضوع مافيش يوزر انتراكشن خالص من موضوع ده فانا ما عنديش يوزر توكن اصلا بس افناس وقت عايز تأكد ان السيرفززز تقدر تتكلم سكيوري مع باية السيرفزز ففي حاجة اسمها كلين كريدينشل فلو معتمد الى حد كبير جدا على البي كي اي برضو سوى بقى بيستخدام شيرد سيكريت ولا بيستخدام بابليكي كريبتوغرافيا بس انت ممكن تستخدم ده نفسه وتفضل ودين المظلة بتاعت الاواث يعني الاواث ماش بس الجزء بتاع اليوزر اللي اتنا عارفينه بتاعته لا في حاجة تانية بتنفع للباك اند اللي هو الصرف اللي هو بتاع اثنين الماشينز بيكانوا مع بعض يعني مفيش يوزر اصلا فانت برتك بردو تبصي على الابشنز اللي معاك يعني ايه اللي ينفع هنا و ايه اللي ينفع هنا بحيث انك انت ما تبقاش ما تختارش حاجة ممكن تبقى مش احسن حاجة بالنسبالك يعني شوف ايه المناسب يعني فاني كانت حاجة في ايه تاني انا اعتقد احنا رطينا طبعا الاجزاء بقى بتاعت الكوكيز والكلام ده اعتقد مش مش هنتكلم فيها ما يعني هي هو ممكن نتكلم فيها بسرعة يعني لو عايز يعني هو في الاخر حسنا يعني فيه بك عنث انت mashup Suite طبعا كل انا عارفينهpaper stateless، كل request ببروصت القبلي للحاول فانا لو نجادر a database ليست عج Pit any other whether viNET فانا أريد أن اخذوا عندما ان اتكركوا عندما يأتي تاني فطبعا الملك وكلام ده من الحاجات المشهورة جدا مثلا السيرفراء cookie مثلا ولكوكي دهisel ومش عارف ايه الحاجة اللطيف دي وحط لنا فلما يجيلي تاني اقدر لكاوب السيشن اي دي عندي بصمها وبقى استيدي عندي ستوريج جديدها بيز بقى ريدس افتكر اه اليوسر دا عندي اصلا قبل كده فانا عارف انه هو اثنتيكيتد فانا عارف هو مين فقدر اكمل الكمميكيشن معايا حتى لو اي مكانة تانية الابلت الريكوست كل الكلام اللطيف ده فده مهم ومستخدم كل يوم يعني مش هدار تهرب منه بذات لو بتتكلم في مستوى الكلان املكيشن بقى يعني الابلت النافسة وتعامله مع الاندوزر يعني سواء ده ويب املكيشن ولا موب الابلت املكيشن ولا وطيفر يعني فده اه طبعا بالد جدا ومهمه ومهمه تبع عارف ازاي تستخدم مزبوط بس دا ما لو انت مشغال بقى يعني ب ميكرو سيرفس والكلام ده هل ده بيبقى عادي يعني ده بيبقى ليه مشاكل الشغل بالتوكن عموما يعني هم عشان كده بيفضلوا ان انت تشتغل بالتوكنز والكلام ده لانه زبا حالك قلت ان هي فانا عايز اي بود او اي سيرفر قايم هبعط له الريكوست خلاص انا مش محتاج اعمل اي يعني مش محتاج اتأكد ان انا فيه داتا عندي موجودة على السيرفر ده بعينه ان فيه داتا متخزنة عندي يعني لو هستخدم التوكن هحتاج اعمل حاجة زيادة صح? هو ده نظريا لكن برضو في تفاصيل يعني ان اعمل اي شا برض حان ابقى معك عنافس البيج انت اصدك مثلا ان انك بعد ما عندك توكنه التوكن ده مثلا ما تبقى ال GiWTI وعلى غيره فهو فيه بيانات قريبا كفاية يعني ممكن يكون فيه البيانات مثلا اي ميل اي ميل اي زي سيلف كنتين كما بيقولوا نعم اه سيلف كنتين وهو اريد فيه اي سيروس تستخدمه يمكن تعقى انه تبقى انه بتتأكد انه مضبوط وتسخدم بيانات منه ده كلام ده ممتاز وصحيح وكل حاجة لا يوجد مشكلة ده بمقارنة بين اللي بدأ مسألة مثلا حاجة زي session ID فلما ID تجي لي ما فيش أي حاجة فلازم أعمل زيادة من عندي يعرف فده كهلام جميل وصح وكل حاجة المشكلة في التفاصيل بقى التفاصيل بمعنى ايه نحن أنك أنت تستخدم tokens long-lived شوية مثلا الـ token بيقعد يوم ساعة ساعتين هاي حيحصل ايه لو نحن أنك أنت كان الـ token ساعة ما طلع بس الـ user نفسه مثلا got deleted او got banned او كان موظف موظف سب الشركة بس الـ token بتاعيه ساعتين هل أنا مستعد بزاعة لو الـ token تبقى الـ token كلما يبقى الموضوع أطول يعني كلما الـ token ده مثلا ممكن الـ token يقعد شهر يعني مشكلة كتير يعني فهل ساعتها حفظ تقبل الـ token زي ما هي حتى حتى الـ user نفسه موجود او ملوش الحق ده ثاني مش تتكون الـ user مثلا ماشي ممكن يكون معاد permission ده راح ما بيحصل عادي يعني لأي سبب بس الـ token نفس الشهر ففي الحالة دي غالباً اللي هتعمله إيه ان انت هيبقى عندك some sort of store او some sort of state بتقول الـ token مش expired دي بتبقى شيرد بقى ما بين يعني موجودة في زي ما حالك قلت فريدس مثلا حاجة شيرد كل السيروس تستطر تكومينيكات معها تأكد فمسلا ممكن تكون الـ gateway بتاعتك ممكن تكون ساعة ساعة ما بيحتاج الموضوع ده فمعايا الـ token بس هل الـ token ده مظبوط حسب الـ action ممكن يكون الـ action بعمله ده حاجة مش مهم قوي يعني مش بسلا بش باريسة الـ password مثلا أو مش بعمل برد بعض الـ likes اللي عملها على الـ post يعني مش مهم قوي يعني مش كلا كبيرة فممكن ساعة أستخدم الـ token كـ stateless وزي الفل باخده أقرب منه وارجع لك اللي انت عايزة لكن لو حاجة sensitive فانعايز أتأكد بقى ان الـ token ده مك سنس فانحتاج ساعة انا روح أتأكد اذا كان الـ token ده غلط الـ token ده لسه لسه فالد ولا لا فساعة هيب عندي على السيرفر وهيب برضو عندي ان انا كل مرة اجيدي الـ request لازم اروح أبص عليه واتأكد ان الـ token ده لسه فالد ولا لا وهكذا فأقول لك هي هشكالة لازم تعادت انك انت تبقى متى تعمل الـ use case تبقى عارف الـ use case ده فعلا هل هي محتاجة some special constraint ولا لا وساعة الجادة غير ما هتلاقي كلها موجودة هتلاقي كل الموجودة عندك يعني يعني مش عشكام اه ممكن هو نظريا الـ tokens self-contained و stateless كل حاجة بس في complicated enough system هتلاقي مش فرق كتير في التعامل ما بينها ما بين الـ stateful او الـ session token برضو بتطول وقت عملت التأكد انها سجد sessions مظبوطة ولا مش عارفة هيا هتبقى تقريبا شبهة طريقة القديمة يعني مفرقتش كتير لحد كبير يعني لحد كبير بس ده يعني انها مش مفيدة بلعنا جاهد تمام سؤالي نعطي عطيك لا 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 فيجوز بخصوص انت قلت ان الـ token بيبقى لها وانها ممكن تبقى كبير او قليل على حسب انت بتحددها بالـ application بتاعك في كيسز اللي هي مثلا انت بتستخدم فيسبوك بتلاقي ان الـ token بتاعتك بتكمل فترة كبيرة فهو بيعمل لـ token عشان يعني عايزين اتكلم على الحتة دي يعني هو ازاي بيسمح لك كيوزر مش كل شوية تعمل بعد فترة انا الـ token بتاعتي بس انا مش عايز كل شوية الـ user بعد كل اسبوع ولا كل يوم يدخل يعمل الـ login ويديني المعلومات الثاني بقى عمل ايه بقى فكزني ده سؤال خلوي جدا ومن ضمن الحاجات اللي برضو الـ OAuth protocol أو الـ open ID protocol بيديها لك يعني اللي هو فيه عندك حاجة يسمى refresh tokens انك انت من ضمن وانت بعد ما تعمل الـ authentication لأول مرة الـ authorization server مش بس بيبعت لك access token بيبعت لك كمان مع حاجة يسمى refresh tokens refresh tokens بيبقى لا يوجد فورمات معي الـ refresh tokens بيبعت لك أنه يعمل مثل key أو password أو شيء شيء بس يعني random enough يعني فيها entropy عالي شوية وممكن تكون كبيرة بس هي محدش هيقراها ولا حد يحفظها زي ما هي ما فيهش بيانات يعني وبتبقى long lived أكتر يعني ممكن تكون مثلا refresh tokens مثلا شهر شهرين ستة شهور وماذا لكن الـ access token ممكن يكون محدود أكتر يعني الـ access token ممكن يكون مثلا valid say فانت دلوقتي كـ client application بتاخد الـ refresh token تحتفظ بيب حتى كويزة تأكد أنهم يعني مش هايبها في حتة ممكن يضيع منك ولكن تصغل الـ access token تلوقتي مع الـ API بتبعت الـ access token ترد عليك بشكل مرة من مرة انت بتبعت الـ access token الـ token already expired الـ API بعتها لك ويقول لك الرجل ده اكسبير دعم بشوف لك حل فسعيتها الـ client ويأخذ الـ authentication token اللي معي ويروح تاني للـ token end point بتاعته ويروح مدية يقول لها الـ authentication token سريع معي الـ refresh token للـ user اللطيف ده وانت صح عمل لي الـ refresh token بالضبط والـ user محسش بحاجة بلزر محسش بحاجة بلس انها بتدي الـ authentication server فرصة انه يعيد الـ authentication تاني يتأكد ان الـ user ده لسه عنده الحق انه يستخدم السيستم تاني فانت كل مرة بتاعته الـ rendezvous point كل فارقة تراتيج ترجع الـ user ترجع الـ token end point ويقول له مديني الـ token جديد فهيبص ويبص والـ token جديد هو ممكن كمان الـ refresh token لو عايز فترجع الـ اثنين يعني وترجع بقية تاني و تديله لكم وتكمل كل ده حصل بـ الـ end user ممكن حسب الـ policy ممكن الـ token point وتحاول ما تبقاش معتمد تماما على الـ token اللي معاك يعني لا انت بكل شوية فغالبا او حاجة شبهها او حاجة شبهها او حاجة شبهها هي اللي بتستخدم في الـ applications عشان ما تحس طول وقت انك انت authenticated بس طول وقت بيحصل بالضبط طيب الحتة برضو يعني مثلا لو انت بتعمل actions اللي هي زي ما بنقول اللي هي حاجات مش الطبيعية انها هتحصل مثلا غيرت الـ password بتاعتك كذا مرة عملت login من اماكن مختلفة الـ applications لازم تاخد بالها من الحتة دي برضو كـ security level يعني مثلا بعض الـ applications زي جوجل وفيسبوك والكلام ده بيعملوا كده لو هيقولك ان هو انت اكيد فبصت لقيه بيطلب بقى منك login في الوقت ده فهل دي برضو من ضمن الحاجات اللي احنا المفترض ناخد بالنا منها واحنا الـ behavior بتاع الـ user كمان نركز معاه ولا ده level عالي شوية هو level عالي وده ممكن يفتح لنا موضوع تاني بس بس يعني في شوية حاجات اللي هو انت مثلا في حاجة فيه مثلا مشهورة اسمها الـ impossible travel problem لاتسي انك انت اثنتيكيتد النهاردة او دخلت على الـ application النهاردة مثلا من مصر هذه بترى الدقائية دخلت من الصين فمستحيل تكون انك انت مستحيل يعني مستحيل ممكن يكون VPN ولا تعمل من ناحية الـ application ده حاجة اسمها الـ impossible travel فممكن باناليسس بسيط في الـ back end اعرف ان غالبا ممكن فيه مشكلة فساعدتها حتى لو انت كل اللي جايلي valid بس هانترابت الموضوع ده واني حصل يعني potential high risk فهطلب منك اثنتيكيت تاني او هطلب منك تعمل اللي تحاجة بسامه الـ step up authentication اللي هو مش بس عايزك اثنتيكيت كمان عايزك تجو through a second level او second factor authentication مش بس تخش كمارها وعد لك مثلا يسا ميسا ولا هتلحط له منك notification معينة ولا وتبر بس ايه فتأكد فعلا ان هو انت علشان ما اسمها اي مية مش بس فده اجزامبل على ممكن ممكن تحتاجك حاجة بالمنظر ده طبعا عشان التفاصيل ده كثير قوي 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 وعموما يعني سخيفة مش كل الـ application انت داخل تعمل application عن الطبيق مثلا ايه اللي دخلك في الليلة الزرقه دي كلها فمش الـ business بتاعك فده الجزء الممكن يعني اعرف ان نتكلم عنه حاجة بس سريعة كده ممكن الـ identity كله اللي انا كلامنا انتا فيه كله تستخدمه as a service في اغلب الاغلب السيربس اغلب الـ identity providers عندهم المدادة اللي هو بيسموه الـ consumer identity او بيسموها الـ business to consumer مثلا Microsoft اسمي B2C اوكتاكا بتسميه SIAM اللي هو consumer identity access management وفيه حاجات تانية عند Auth0 وعند اغلب الـ الـ providers اللي هو انت بتروح تتعقد مع الشركة اوكتا ولا Microsoft ولا غيرهم وبتستخدم الـ identity services بتاعتهم كـ service وخلاص تدفع لهم بعض الـ عشان ما دخلش نفسي في التفاصيل دي في روح لحد trust ده اتعامل معاه وخلاص اوه يديك اسدكية استخدامها مثلا في الكود بتاعك في الـ application بتاعك ويديك بقى control panel behind the scenes بحيث انك كنت تقدر تعمل الحاجات اللي انت عايز تعملها فبدل ما انت تبني بقى انا محتاجة ابني مثلا اوه يعمل مثلا ريسيت او ريسيت فلو محتاجة اعمل محتاجة اعمل محتاجة اعمل محتاجة اعمل كل الكلام ده يبقى موجود فانت مش محتاجة تبنيه من الاول فدي واحدة من الحاجات يعني مثلا انت لو لاحظت شاتج بيتي على ان تاني كأجزامل شاتج بيتي بس تخدم Auth0 يعني هم مبانوش Auth0 هم راحوا Auth0 وقالوا لهم يا جماعة احنا عايزين بقى تعمل لنا Auth0 فحنا خلي بس عايزين بقى شوية options بقى مش بس الناس Auth0 بزين و Password بقى كمان عايز بجوجل Auth0 بماركروسوفت Auth0 بجت هب فماش خلاص حط الناس ديكي عمدك هنا وشوية تاك 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 خلاص تقدر تستخدم كلين انت عايز تاك 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 اللي هو يعني انا عايز اركز في البيزنس اللي انا بعمله فمدام في حد بيعف يعمل دي كويس فخلاص انا هستخدمه خلاص اه هدفع فلوس هدفع لان انا مش فاضي دخل نفسي في التفاصيل دي كلها بزرط فده من ضمن الحاجات اللي ممكن ايه يعني تريح تمامك زي ما انت بتروح تشتري من Amazon كومبيوت مثلا ولا تروح تشتري من من Oracle Database والأواتفر ممكن تشتري مثلا من Octa ولا Microsoft ولا من Auth0 يعني نفس نفس الطريقة بزرط اعتقد احنا غطينا معظم الانواع اللي كنا نوين نتكلم عنها اه انا بشكرك جدا على وقتك والله كانت مفيدة جدا لي انا رقم واحد يعني انا معظم الناس بحاول اللي اعمل يعني معاهم انا عايز اتعلم حاجات معينة بتبقى غالبا شوية اه بنحاول نتكلم في Topic Advanced شوية بالنسبة للناس بس احنا عايزين نحرك ال Community الى حد ما ان الناس كلها هتتكلم في Topic CD مايبقاش كلنا بنتكلم في حتة اللي كل الناس اتكلمت فيها وتحرقت خلاص فنبدأ كل حد يتكلم في Topic من ده هتحرك الدنيا شوية وكلنا هنتعلم يعني فانا هبشكرك جدا على وقتك واكيد هنعمل كولز تانية سوا بقى نتكلم عن مواضيع تانية انا عايز اتكلم معاك عن اه اه بتعمل ايه بقى وشغلك عبارة عن ايه والحاجات دي بس هتبقى في مرة تانية حتى موضع عشق وقتك ان شاء الله ان شاء الله بس دي من الحاجات اللي هي شغلة بالي اصلا لان انا يعني ابص الى حد ما كمان على Next Level بتاعي ان انا عايز اتعلم شوية فيما بعد فابقى مجهز نفسي فهي حاجة جواي اسئلة كتير فهتبقى في مرة تانية اعتقد هتبقى كل ممتعة اكتر بقى من الكلام التكنيكال الممل اللي كلمنا فيه بالعكس اي وقت يعني انا الصراحة برضو اتبتعنا سنة تحت جدا من الله بالحوار يعني انا بقى لي فترة داخل في سنة هوا يعني باشتغلتش بس يعني عارف اللي هو ايه يعني بس هوا يعني بس هوا يعني الحاجات دي مهمة لأي حد يعني مهلش علاقة بين كتب متخصص اي حد بيبني اي بي اي حد بيبني اي حد بيبني ابليكيشن محتاج تكون عارف حاجات من دي انا تتكلم في مواضيع تانية في اي وقت تحت امرك يعني فيش اي مشكلة انا سعيد جدا لا 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 انا اسعد والله بجد يعني ريت الناس تكون استفادة الموضوع ولو حد عنده اسئلة تانية يعني يعني اي بي هابي طبعا هبصت عن الكمينس لو حد لسه عنده اسئلة مش هتأخر يعني ولو الناس كانت عايزة اتابع هنا كان يعني كان معي قبل كده باش منسطرق داود كذا كذا اسبوع وربعات تتكلمنا في تفاصيل في موضوع الـ وحاجات 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 فلو حد يعني انترست في كلام ده او ممكن ابعط لك لينكس كانت يعني من امتع الحاجات اللي انا عملتها استراحة فعلا يعني طارق من الناس فعلا خبرة في الحاجات دي والناس قلعين قوي انه هو يعني في الاندوستري في الحتة دي فلو انت عايز تدور احد تتكلمه في الموضوع دا اكتر ممكن حتى هنترديوصي مع طارق زبطك يعني انا متشكر جدا لحضرتك وان شاء الله نتقابل لمرة تانية شكرا 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 شكرا